هذه القضايا اللي حنقشها نقشناها كثيرا يعني وبالنقشها دائما وهي عنوان ثابت لكن تعالوا نقشها بشكل مختلف شوية يا جماعة تعالوا نشوف ازاي يمكن ان نناقش كل هذه القضايا بما يصب في صالح المجتمع وفي حاجة المجتمع يعني يعني هتلاقي كل القضايا المتعلقة بزواج القاصرات الختان، تعدد الزوجات عمل المرأة في مهن حتى الآن يرفضها أصحاب المهنة ويرفضها المجتمع ده حتى الاختلاط بنلاقي لسه بنناقشه حتى الآن يعني تخيلوا كل القضايا اللي نقشناها تحت هذه العنوين بما فيها حتى مفهوم القوامة اللي البعض بياخده في اتجاهات تنتقص من قيمة المرأة يعني ما تيجوا نناقش كل هذه القضايا بشكل نشوف واقعيا ومجتمعيا يعني دون التصلب والتشدد في وجهات النظر تعالوا نناقش كل هذه القضايا لكن ربما تكون القضية الأم دائما هي قضية تعدد الزوجات ليه؟ لأن البعض الحقيقة يعني مش ممكن تكون مش كل الناس معنية بهذه القضايا لكن البعض أحيانا في حماسي الشديد لتعدد الزوجات بيهين المرأة وينتقص منها ويحولها إلى وعاء جنسي ويعطي للرجل الحق في التنقل بين النساء كيفما يشاء يعني والتمتع بملزات الحياة حتى لو على حساب كرامة المرأة والبعض الآخر أيضا بيناقشها بياخدها في اتجاهات متصلبة تانية دون النظر إلى حاجة المجتمع وبعض الناس يقول لك والله ده إحنا هي علاج للعنوسة والبعض الآخر يقول له لكن هي فيها قتل واغتيال نفسي وأدبي للمرأة تعالوا نعيشها مجتمعيا ونشوف حاجة المجتمع لاقي خاصة أن فيه أعضاء في مجلس النواب تحمسه بشدة لمشروع قانون جديد يقضي بحبس الزوج إذا تزوج بأخرى دون علم الأولى يدخل للسجن حنقش القضية وحنقش فيه سياقها مجموعة من القضايا المتعلقة بالمرأة هل فيه تعمد لإهانة المرأة والانتقاص منها أم لا أقدم ضيوفي داخل الستوديو دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجماعة الأزهر أهلا بيك دكتور أستاذ عصام عجاجل محمد بن ناضي أستاذ عصام أهلا بيك الأستاذ صحر الجعارة الكاتبة الصحفية أستاذ صحر أهلا بيك أهلا بيك أستاذ عادل نعمان الكاتب الصحفي أستاذ عادل أهلا بيك أهلا بيك أتمنى أن النقاش يكون مفيدا للمشاهد وعشان كده أتمنى ألا نقاطع بعضنا البعض وإلا ندخل فيه مشدات لم تعد تستهوي المشاهد لأنه ما بيسمعش يعني فأتمنى ذلك على الجميع ويعني فيه وجهات نظر نستمع إليها ونشوف خلينا هنا أستاذ صحر في البداية خلينا نشوف حاجة المجتمع لده إيه هل شايف أن البعض بيستخدم رخصة تعدد الزوجات في اتجاه بيهين المرأة ويغتالها وبالتالي هنا يعني تطالبون بالتشدد إلى حد أن حتى من حق الزوجة أن تعلم أنه لابد أن تعلم وبتتحمسي إلى حبس الزوج إذا لم يخطر زوجته الأولى بداية حضرتك قلت تعبير دقيق جدا لما قلت استخدام هذه الرخصة في محاولة لقلب فهم الشريعة الإسلامية ومقاصدها السوية جدا فأنت بتحولها وكأنها سنة ولاست رخصة وأن الأصل في الإسلام هو التعدد وليس الزوجة الوحدة وأنه تعدد الزوجات في حل لكل مشاكل العنوسة والبطالة والغريب جدا أن اللي بيقوم بالحملات دي نساء أو كما أسميتهن نساء ضد النساء فالمشكلة هنا أن أنت بتحط الشرع في مأذق مأذق إيه؟ مأذق إن حوالينا الدنيا بتتغير وتونس كانت من خمسين سنة قبل خمسين سنة تجرم الزوج بأكثر من واحدة فجاء حزب النهضة وغير القوانين فعاد الرئيس السبسي وأعاد هذا الحق للمرأة هل أقاية حبس الرجل إذا لم يعلم زوجته بأنه تزوج عليها الحقيقة ده منصوص عليه قريدي في القانون يعني القانون ألزموا بإخبارها وإذا لم يخبرها وأنكر في وثقة الزوج التانية فيبقى عنده تزوير في أوراق رسمية فهو يتحبس بمجب تهمة التزوير مش تهمة الزوج عليها أو تهمة عدم إخبارها أنا على العكس أنا عندي مطلب تاني أظن أنه أصبح وعارف أنه جميع رجال الفقاحة ممكن يعترضوا عليه أصبح طلبا ملحا في الوقت الحالي وهو وهو أخذ إذن الزوجة الأولى الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لم يتزوج على السيدة خديجة حال حياتها طول ما كانت تعيشها نمر الثانين رفض أن يتزوج سيدنا علي ابن أبي طالب على سيدة فاطمة الزهراء وخياره إما الإبقاء عليها أو الطلق إذن إحنا أعتبرنا أنه السنة مكملة للشريعة لا معلش معلش أي حاجة خاصة بيديناها قطعك فيها إذا كانت غلطت طب قولي بسرعة معلش وقعت علي لا أنا سيبك تتكلمه ورحمة وقعت سيدنا علي بس كوني أنا عديها قدام الناس غلط ما ينفعش أنا مسلم زي ما حضرتك مسلم وقعت سيدنا علي جير صحيحة لاندي بتقوليها طيب بسرعة ما تأوليش برسول كلام ما حصلش إنه هو خيارها أنه يطلق لا سيد زوائي طيب بس وضعها بسرعة بشكل كلامنا عايها بسرعة سيدنا علي أراد أن يتزوج على فاطمة بنت أبي جهل بنت أبي جهل خلينا نكمل كلامي بقى لسيد زوائي ألي وضع يا جماعة أنا مش عايزة أتوقف عن ده لا 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 كله إلا الاقتراب من الدير خليني بس أنا هعيدك الكلمة ما اتفاعلنا نحن الناس تسمع الناس تسمع لنا خلاش لغة الإرهاب بس أسمعه لك أستاذ وائل أستاذ وائل أستاذ وائل طب أستاذ عصام خلينا ما تجيلك الكلمة لو الدفاع عن ثوابة الدين إرهاب أنا أقول لك أنا إرهابي لو هدفع عن ثوابة الدين إلا الدين طب أنا ما باعدش معي يا جماعة يعني إحنا بنستعوينا المشاهد دين لا أنا مش بيستخدم طيب اتفضلي لما يخلص هيخلص صرديتك طيب اتفضلي لو هو ليس هو يا أستاذ عصام ننظم النقاش ننظم النقاش طيب ممكن تتوقف بس ما تقولت ما تقولش الرسول ما انت هيجيلك الكلام يا أخي الرسول دا مش بتاعت لوحدة هو رسول دا بتاعك بس ما تقولوش حاجة غلصة يا أخي أصوبي من البداية إرهاب يا ارهاب فكي يا جماعة دا ارهاب الفكير undo ها أنت تمارس الإرهاب يا أستاذ عصام لو سمحت لو سمحت لو سمحت اذا كان من البداية من فضلك طب لو سمحت طب لو سمحت نبطى لغة الإرهاب لو سمحت لو سمحت يا أستاذ عصام لو سمحت ينتهي من كلامه هتعقد لو هنظل يا جماعة في ده يبقى ما فيش دعا للنقاش